بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا هلت الأيام السعيدة والجميلة والمنورة وإحنا خلاص نبتدي خلال الأيام القادمة نستقبل شهر رمضان بس برضو إحنا نفضل بنتكلم عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي في الحقيقة ممكن يكون اللي يعملوا مع بعضه خاصة في شهر رمضان هو من أوسع أبواب العبادات لله سبحانه وتعالى احنا سمناهم أصحاب السعادة عشان هم بيعبودوا ربنا والسعيد هو العبد لله سبحانه وتعالى أصحاب السعادة بيكونوا معنا كل يوم سبت والنهاردة هيكون معنا مهارة بنكمل فيها مهارات الاهتمام الزواجي احنا عندنا الاهتمام الزواجي دوت عبارة عن معنى وهو مهارة وهو قدرة وهو ملكة محدش بيتولد بيها بس احنا محتاجين زي ما احنا مشينا بنضرب وبنمهر الأزواج فعندنا حزمة مهارات الاهتمام الزواجي النهاردة عن اتكلم عن مهارة مهمة جدا جدا من مهارات الاهتمام الزواجي هي مهارة ايه؟ الاهتمام بالمهم عند الزوج والزوجة يعني ان انا اهتم بالحاجات المهمة عند شريك حياتي اللي احنا دايما بنأكد عليها المهارة دي مهارة مهمة احنا بنشوف كتير في برامج موجودة الايام دي بتقدم فقرات بتكون ما بين الزوج والزوجة او ما بين الاسرة ويسألوهم بعض الاسئلة ويكون الهدف منها ان هم يعرفوا هو الزوج والزوجة عارفين بعض كويس ولا لا او افراد الاسرة عارفين بعض بشكل صحيح ولا لا وبيبقى في الحقيقة بتبقى مشكلة ان هم يطلعوا ومش عارفين بعض او بيبقى عنصر اساسي من الاسئلة دي وان كان الفقرة فقرة طرفهية لكن بيبقى عنصر اساسي في الفقرة دي ان هم يعرفوا هم بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه وبيهتموا بايه وعشان كده انا دايما بقول ان عشان تكون عارف شريك حياتك لازم تعرف الحاجات اللي هو بيهتم بيها وما ينفعش اعرف زوجتي الا وانا لازم اسأل نفسي سؤال مهم جدا جدا حتى لو كانت الاسئلة في البرنامج دي اسئلة رفائية ويه بنعتبروا اسئلة ملاقاش لازمة لكن هي بتسأل سؤال مهم جدا جدا هو مفتاح من مفاتيح السعادة الزوجية انك تعرف زوجتك او زوجك او زوجك تعرفي هو بيحب بايه وبيهتم بايه وتساعده على تحقيقه الكلام دوت مش كلام طرف الكلام ده ده صل بفكرة الاهتمام انا بشوف الازواج والزوجات بيبقوا واقفين عطلانين لان هم مش عارفين ازاي يهتموا بشركة الحياة احنا النهاردة بنعلم المقبينة على الزواج وبنعلم كمان المتزوجين ازاي يهتموا بشركة الحياة بان هم يعرفوا الحاجة المهمة بالنسبة له ويعملوها اكيد كلنا شفنا بعض الاولاد مع الامهات لما الام تطبخ لهم اكلة وولادهم مش بيحبوها فالولادات يقول والدتهم معقول يا ماما معقولة بقى عندنا عشرين سنة وكل مرة تتفاجئ ان احنا ما نحبش السمك او ما نحبش الخبيزة او ما نحبش القلقاس يعني معقولة بقى اننا عشرين سنة مع حضرتك وانت مش عارف احنا بنحب ايه وبنكره ايه كلنا بنشوف ده على انه هزار ونكتة لكن ده مثال بيعبر بشكل واضح عن مدى معرفة الاهل بالاولاد واكيد كمان بيعبر عن معرفة الازواج بعضهم ببعض فمعرفة شريك الحياة بيحب ايه وبيكره ايه ده شيء مهم بلا شك لانه بيزرع معاني من معاني المشاركة والشعور بالالفة والانتماء في قلب شريك حياتك لما تلاقيه عارف ابسط الحاجات اللي انت بتحبها وعارف ابسط التفاصيل وتكون مش مضطرف كل مرة ان انت تقوله انك بتحب ايه او بتكره ايه على سبيل المثال الزوكة تكون عارفة ان جوزها بيحب اكلة معينة بتتطبخ بطريقة معينة ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كانت عارفة ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ايه بيحب اللحم المختلق اللي بيكون متصد بالزراع فايه اللي حاصل فوزعت الشئة كلها وابقت الكتف لرسول الله سهل فاكرين الحديث لما قالت الرسول الله سلم ذهبت كلها لم يبقى الا الكتف فقال لها بقيت كلها الا الكتف فيعرفة تفصيلة مهمة ان حضرت النبي بيحب هذا النوع يبقى ايه اللي حاصل لما شريكة الحياة لما الزوجة تكون عارفة ده بتحسسوا ان هو ان هو محل اهتمام يبقى والولاد بيحبوا كمان ان اموم تكون عارفة الكلام دوت بشكل صحيح ولازم الزوجة يكون كمان عارف ان زوجته مثلا ما بتحبش تنام في النور في ايه اللي حاصل ولا بتحب تنام في الصوت العالي اللي جنبها فيطف النور وما يخليش حد يعمل ازعاج او هو لما يجي يمشي يمشي بالراحة عشان ما يقلقش زوجته وكمان لما الزوجة تبقى عارفة ان زوجها مشغول وبقاله كتير ايه اللي حاصل ما زرش اهله فتروح هم تزورهم وتعتذر بالنيابة عنه عشان هو مشغول ويمكن تشجعه على ان هم يروح لهم ويخصص لهم وقت عشان يروح وفي نفس الوقت لما الزوج يكون عارف ان زوجته بتحب ان هو يروح معاها الاهله بس هو مشغول قوي فبعد ما هي راحت لآلها راح محصلها عندهم وعشان يسلم عليهم وكمان ياخدها ويرجعها البيت كل الحاجات دي على قد ما هي تفاصيل صغيرة لكن بتخلي الزوج والزوجة يحسوا ان هم محل اهتمام حبيبهم وزوجهم وزوجاتهم وتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام باللي بتحبه زوجاته شوف حضرة النبي كان عارف ان السيدة خديجة الكبرى عشرية وتحب الناس قوي وهي من ألطف خلق الله في العلاقات علاقاتها ما تتقطعش فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بداه حتى بعد ما السيدة خديجة انتقلت الى الرفيق الاعلى فكان لما يصنع طعام يقول اللهم هالة مين هالة دي؟ صحبة السيدة خديجة لسه عارف هي بتحب ايه فبيرضيها حتى وهي عند الرفيق الاعلى ايه اللي حاصل؟ بيرضيها لانه عارف هو بيعمل كده ليه؟ اه بيعمل كده عشان ده بيحبه السيدة خديجة ويوصل لها ان حضرة النبي مازال على حبها بس كمان بيعلمنا ان احنا نعتم باللي بتحبه شريكة حياتنا نفس الكلام مع السيدة عائشة كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف هي بتحب ايه فكان يخليها تشاهد لعب الاحباش وكمان يشاركها المشاهدة دي او يسابقها ويشاركها المسابقة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان عارف ان هي بتحب كمان اللعب بيه اللي احنا ممكن نسميه في الوقت بتاعنا دي تلعب الاطفال فكان يكمان يقول لها ان دي تقوله ايه يقولها ايه ده فتقوله افرص سليمان فرسول الله يشاركها ده بعض الناس بتظن ان كفاية ان انا اعرف شريك حياتي بيحب ايه وبيكره ايه لا ده مش كفاية انا لازم جزء من ده ان انا اشاركه حبه ده للاشياء دي واحسسه بان هو مش بيعمل حاجة هيفة لكن انا احسسه ان اللي بيعمله ده شيء ليه اهمية بنام بيسعده فهو مهم عندي لان هو بيسعده فاشاركه فيه وكمان مفيش مانع ان انا اتعامل مع الاشياء دي بوجهة نظر ومش بوجهة نظري انا ولعل بعضنا شاف الزوجين اللي كانوا بيحتفلوا بحصول الزوجة على الدكتوراه بعد ما اصبحت عندها احفاد وشاف قد ايه زوجها كان بيدعمها وقد ايه دوة وصل لقلوب الناس عشان هو كان بيعمل لها وبيوصلها وبيدعمها في اللي بتحبه وكلنا كمان شوفنا الزوجة اللي بتقف جنب جوزها عشان يطور من نفسه فكل ما نشوف اعلان عن فرصة عمل او منحة دراسية بتعمل ايه تقدم له فيها ليه طيب عشان عارفة ان هو عايز يتقدم في حياته العملية فبتساعده ده احنا شوفنا كمان ان الزوجة لما تكون عارفة ان الزوجة مش بيحب مثلا اللون الاسود فلما تجيب له هدية تروح ما تتجنبش ما تجيبش ما تروحش ناحية اللون الاسود لكن في نفس الوقت تلاقي واحدة وتروح تقول له زوجة طب وايه يعني ما تلبس اسود يا اخي ده الاسود ده قيم هو يحس ان ايه الدنيا سودت في عينيه فيه حد مش عارفه خالص ومش عارف هو وبيضغط عليه في حاجة هو ما بيحبهاش واهم شيء ان الاتنين يقدروا الاشياء البسيطة اللي بيحبها كل واحد فالزوج يزيب زوجته تشوف المسلسل اللي بتحبه وما يطلبش منها حاجة في الوقت ده وهي في نفس الوقت اللي هو بيشاهد مطش ما تحاولش ايه اللي حاصل تكلمه عن مشاكل البيت وتحاول تيجي اصاده وتخليه تعكر عليه مشاهدته يا جماعة الحيات دي مشتفهة الحيات دي كلها بتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بواجه ان تلق الحكاية هي ان انت تحسس اللي قدامك ده ان تفاصيله مشتفهة وان انت ايه اللي حاصل حاسس بكل المشاعر اللي بعيش بيها يبقى لازم نعرف ان السد مهما كبرت جواها طفل محتاجة الدلع والدعم والاهتمام وكذلك الراجل مهما كبر جواه طفل وبيحب ان حد يهتم به ويشاركه اهتماماته حتى لو كانت اهتمامات لعب وعشان كده هنصر المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هنقولها بسرعة العنصر الاولاني ان الواحد يبقى حريص على معرفة اوقات الفرح والسعادة بتاع حبيبه وزوجه او زوجته يبقى عارف الاوقات اللي بيبقى سعيد فيها وما فيش مانع على فكرة ان هو يدون الاوقات دي ليه عشان ما ينساش فيبقى عنده ديوان فرح حبيبي فيبقى عارفه ديوان فرح حبيبتي بيقى عارفها ليه وده وات ممكن يكون تجلي من تجليات قولي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخط حضرت النبي مذاكر السيدة عائشة مذاكرها ليه عشان يعرف لما تكون راضية يقول لها ايه فتحس انه يفهم ولزاك لما قال لها كده صلى الله عليه وسلم قال لها اذا قلت لا وربي محمد كنت عني راضية واذا قلت لا وربي ابراهيم كنت عني ساخطة فإيه اللي حاصل فكده عرفت انه يعرف إيه اللي حاصل يبقى دي اول سلوك واول جزء في اول عنص من عناصر مهارة ان تعرف المهم عنده حبيبك وزوجك او زوجتك إيه اللي حاصل يبقى اول حاجة تعرف اوقات السعادة بتاعته اوقات الفرح الحاجة التانية انك تعرف التفضيلات بتاعته هو بيفضل ايه يعني بيفضل ايه من الالوان بيفضل ايه من الاوقات بيفضل يمشي الصبح وليمشي بعد الظهر بيفضل ايه التفضيلات دي كمان مهمة جدا جدا عشان تقدر تفهمه الحاجة التالتة ان انت تعرف ترتيب القيم بتاعته الراجل مثلا في بعض الاحيان بيبقى قيمة المسئولية والأسرة وبعض الان الحب فانا عارف كده فما نزعيكش لما لقيه مهتم جدا جدا بكل حيات تتعامل في وقتها او الزوجة مثلا لو هي بالفكشانست برضو يكون ده ترتيب القيم بتاعته فما يجيش يقولها فين الكلام لا هو يبقى عارف ان دي تفضيلات عندها ودي ترتيبات القيم عندها يبقى اول حاجة اعرف اوقات الفرح والسعادة تاني حاجة اعرف التفضيلات بتاعته تالت حاجة اعرف ترتيب القيم رابع حاجة اعرف ترتيب اولوياته ان هو عنده من اولوياته ان هو يقرأ القرآن في الساعة دي او يدعي في الساعة دي ما جيش انا اقوله ايه طب تعمل الحاجة الفلانية هو من اولوياته ده اولوياته ان هو يدعي في الساعة دي لان هي ساعة ايجابة يبقى خلاص اسيب ويدعي مش لازم اقوله ما تيجي نصلي مع بعض يا اخي سيبه دلوقتي هو دي اولوياته دلوقتي خامس حاجة لازم استمع له باهتمام عشان اعرف اسباب اعجابه بالحاجة الفلانية حتى لو ادى ذلك لان انا ايه اسأله انت اعجبت بدليه يبقى ايه اذا عندنا خمس حاجات بتوصلنا ان انا اهتم بالمهمة عند شركة الحياة اول حاجة اعرف اوقات الفرح بتاعته والسعادة تاني حاجة اعرف تفضلاته تالت حاجة اعرف ترتيب القيم عنده رابع حاجة اعرف اولوياته خمس حاجة استمع اليه باهتمام ويا سلام لو ان انا قدرت اعرف لما بيعجب بحاجة بيعجب بحاجة ليه انا كده مهتم بيه طب نعمل ايه عشان ننشط مهارة ايه مهارة الاهتمام بالحاجات المهمة عند شركة حياتي اول حاجة افاجئ شركة حياتي افاجئ زوجتي او زوجي بايه ببعض العداية البسيطة اللي منها اشياء بيحبها ويكون حاسس ان انا مش ااخد بالي منها ولو ان الزوجة بتعمل كده ويتجيب له حاجة بسيطة حتى لو الشوكولاتة اللي بيحبها حتى لو ان بتجيب له القلم اللي بيحبه حتى لو بتجيب له الاوراق اللي بيحب يكتب عليها حتى لو تجيب له الكتاب اللي هو في مرة قال ان هو بيحب قصة معينة ده بيبقى دي اثر بالغ في نفس الحبيب وشرك الحياة تاني حاجة احنا كمان قربنا على عيد الام احسن هداية ممكن نقدمها لزوجة هي انك تكون بر باهلها واحسن هداية تقدمها لها تقدمها لزوجتك انك تكون بر باهلها وتساعدها على بره واحسن هداية ممكن تقدميها لزوجك ان انت تكون انه تساعديه انه يكون بر باهله وانه هو كمان يا سلام لو تقدم له تقدم لحماتك او تقدم لأهله هدية كمان بتبقى ده حاجة رائعة وإحنا عندنا قاعدة بتقول أقرب طريق لقلب شريك حياتك أهله بتوصلك لقلبه على طول تالت حاجة الامتنع عن الكلام السلبي أو التريقة على الحاجات اللي بيحبها شريك الحياة وبالله عليكم ممكن نامتنع من القلش على الحاجات اللي بيحبها شريك الحياة الحاجات اللي بيحبها الزوجة أو الزوجة ما ينفعش كده ما ينفعش إن احنا نعمل الكلام ده تخيالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ اهتم بالحاجات اللي بتحبها السيدة عائشة مهما كانت صغيرة وإيه اللي حاصل؟ لدرجة إنه كان بيهتم إن هي عارفة إن هي بتحب إن تكون مماثة دايما للرسول الله فكان يعمل إيه حضرت النبي يشوف الاهتمام بالتفاصيل يقول لها أنت شربت منين فتقوله من هنا فحضرت النبي يروح شارب من نفس المكان اللي شربت منه يبقى الكلام ده مهم جدا الحاجة الرابعة اللي احنا ممكن نعملها وتخلينا يظهر منا اهتمامنا بشريك حياته إن احنا نحترم شريك حياتنا وما نمنعهوش عن ممارسة هواياته بالعكس نسعده ونيسره إن هو يمارس هواياته ويبقى لنا في رسول الله أسوة حسنة لما سابق السيدة عائشة وكان يمارس ده معها لنه عارف إن هي بتحب الانطلاق وبتحب هذه الرياضة يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل كده معها وشاركها كمان لما نعمل الإجراءات دي زي ما قلنا كده الإجراءات دي بالترتيب كده أول حاجة في الإجراءات ده تنعمل إيه ببساطة خالص نهتم عشان نهتم نبتدي بإجراءات مهمة أول حاجة نقدم هدايا بسيطة نفاجئ شريك حياتنا بهدايا بسيطة تحسسه بده كمان نسعده على إنه يعمل الحاجات في المنافسبات الحلوة دي الحياة اللي بتشرح قلبه زي بره بأهله والكلام اللي يتعلق بده تالت حاجة نتوقف عن الكلام السلبي عن هواياته يا سلام كمان لو إنه نحن نشاركه وهاياته والمارسة معاه ساعتها هنقدر نوصل إلى قلبه ونقدر كمان نعيش معاه حياة مليانة اهتمام ومليانة حب لإني من أهم أضلاع الحب الاهتمام على فكرة الاهتمام مفتاح عجيب لقلوب الأحبة وقلوب الأزواج والزوجات لإني الاهتمام بيحسس الإنسان إنه بيتسقي وإنه ما بيتبلش وإنه لسه ريحته فيه وإنه لسه جماله بيتلقلق كل ما تهتم بزوجتك وكل ما تهتم بزوجك تحسي وكإني دب فيه ملحام جديد الاهتمام هو اكسير القلوب هو المعنى اللي بيخلي القلوب تتألق وتحس إنه موصولة بأسرار وجعل بينكم مودة ورحمة يا رب رزقنا المدد والتوفيق إننا نكون مهتمين بالأشياء اللي بيهتم بها شركاء حياتنا ويا سلام لو شرحت يا مولانا قلوبنا عشان نحبها ونشاركهم الأمور اللي بتفتح أبواب السعادة علينا جميعا يا رب العالمين أكرمنا بأن نكون من المهتمين بما يهتم به شركاء حياتنا ونساعدهم على أن يدخلوا إلى ساحة وسعك إلى ساحة السعادة وندخل معهم ونحن يمسك كل واحد مننا بيد الآخر ليدله عليك من باب الحب يا رب العالمين